أول يوم بالمدرسة حاولت أمي أن توقضني من النوم لكنني امتنعت لأنني لا أريد أن أذهب إلى المدرسة اضطرت أمي إلى حملي ووضعتني في الحمام أمام الصنبور لم أحرك يدا ولا قدم قامت هي بغسل وجهي ويدي وشعري ثم حملتني إلى دولاب الملابس ألبستني قميصي ومعطفي أغلقت الأزرار وأنا واقف كالتمثال وعندما قامت بتصفيف شعري عدته إلى وضعه الأول أخذتني إلى حجرة الطعام وضعت أمام كوب لبن وفطيرة وذهبت إلى حجرتها لترتدي ملابسها شربت اللبن وسكبت بعضه على ملابسي جرت سريعا إلى المطبخ وأحضرت فوطة ونظفت ملابسي في المدرسة كان كل شيء جميل دخلت المبنى فوجدت لوحات على الحائط وبالونات كل المعلمات يبتسم حاولت معلمتي أن تأخذني فتمسكت بثياب أمي وقلت لها لا تتركيني هنا رأيت كل الأطفال يبكون أخذتني المعلمة بحنان إلى داخل الفصل وقالت لي أين تريد أن تجلس؟ اهتديت إلى ركن في الفصل حيث يجلس دب أبيض أخذت مكاني بجانبه فقال لي أهلا بالصديق الجديد ما اسمك؟ اسمي إياد وأنت ما اسمك؟ أنا دبدوب هيا تفضل معي ننشد نشيد المدرسة شكرا لكم شكرا لكم